الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان لازال كلامنا يتواصل عن هذا المقام العظيم والدرجة الرافعة من مقامات الصالحين ومن أعمال القلوب وهو الإخلاص وهو رأس هذه الأعمال وذروة سنامها وهو الذي دندن حوله السالكون وشمر من أجله العابدون وجاهد من أجله النفوس المجاهدون مقام الإخلاص وكنا قد تكلمنا عن حده وتعريفه في الجلسات السابقة بما وفق الله إعداد وإرادة وماذا قال عنه الصالحون فمما قالوا عنه أنه أن تكون حركات العبد وسكناته في العلانية وفي السر لله وحده سبحانه عز وجل وأن لا يخالط العمل وأن لا يخالط العمل نفس ولا هوى ولا دنيا مؤثر ومما قيل عنه كذلك بل من أجمل ما قيل هو نسيان رؤية المخلوق بدوام النظر إلى الخالق وقال عنه أحد العارفين يدرك المخلص الإخلاص إذا خرج من قفص الوجود إلى فضاء الشهود وتكلمنا عن معنى هذه التعاريف عن معاني هذه التعاريف بشيء من التفصيل والتمثيل ثم انتقلنا للكلام عن ثمارات الإخلاص وعددنا ثمارات عاجلة وثمارات آجلة أي ثمارات في الدنيا وثمارات في الآخرة وذكرنا آخرة ما ذكرنا من الثمارات كفاية الله لعبده المخلص وذكرنا قول الله سبحانه عز وجل أليس الله بكاف عبده وفق الله سبحانه عز وجل لتعداد بعض ألوان الكفاية هذه في القرآن وفي السنة وختمنا في المجلس السابق بذكر قصة الغلام الذي آتاه الله سبحانه عز وجل من الفتوحات الإيمانية والنفحات الربانية في طريق الولاية وسلم المعرفة وذكر هذا الدعاء قال اللهم اكفنيهم بما شئت ولزال العلماء يتأملون هذه القصة وقلنا منهم من أفردها بالتأليف استقى منها من الدروس والعبر الكثير 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 فليرجعوا إليه فهي قصة معلومة معروفة قد تضمنت من الدروس ما يحتاجه المؤمن في طريق الإخلاص وكذلك في ثمرات الإخلاص ومن ثمرات الإخلاص قال العلماء هو تفريج الكرب بل هذه الكرب يقلبها الإخلاص ويحولها إلى فرح وصرور ولعلنا نمثل بهذا لقصة بقصة نمثل لهذا بقصة عكرمة ابن أبي جهل يعني الإنسان كيكون مخلص والأعمال تعهد كل وجه الله سبحانه عز وجل ولا يريد بها دنيا فانية ولا حطام مذمحل مندثر ولا حطاما مذمحلا مندثر ما عندكم ينفد وما عند الله باقي إذا كان المؤمن يخدم للباقي يخدم لله سبحانه عز وجل ويشوف لوجه الله في الأعمال التعاه راه وإنما يطح فيه كرب وإنما يطح كما نقول احنا فيه غبينا بالدارجة التعنى بالعامية راه هذاك الكرب وهذهك الغبينا وهذاك الهم غادي يحولها لها ربي إلى فرحين وسرور والعلماء هنا يذكروا قصة عكرمة ابن أبي جهل عكرمة هذا صحابي جليل وهو من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يروي الحديث على رسول الله وكان بوه وأبو جهل أبو جهل بوه كان أبوه هو أبو جهل وأبو جهل نعرف شاء دار مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف عاد النبي وكيف ناوأ دعوته وكيف وقف في طريق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وكان حتفه في غزوة بدر وكان من صناديد قريش وكان يكن العداء للمصطفى صلى الله عليه وسلم فعكرمة هذا كان كافر ولد أبي جهل كان كافرا لما افتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فر إلى اليمن ركب السفينة وفر إلى اليمن يعني لما افتح رسول الله مكة الكفار ما أمنوش كيف يتسنى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي خرج مطاردا من مكة وهو الذي هجر من مكة وهي أحب الأرض إليه ونال لي خرج منها رسول الله خرجي بك وركب الحزورة اركب فوق واحد الجبل الصغير سموه الحزورة وقابلها وقال إني لأعلم أنك أحب بقاع الله لله قال له أنا عارفك يا مكة بل أنت يا أحب الأماكن إلى الله فوق الأرض ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجته يعني لو كان مشي القوم تاوعك خرجوني من مكة ما نخرش خرج مكة ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وترعرع فيها ونشأ فيها وشب فيها صلى الله عليه وآله وسلم فأنا له أن يغادرها وأن يتركها وأن ينساها لولا آذى المؤذين وظلم الظالمين ومكر الماكرين من الكفار ولما افتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قوليش ما كانش تنتظر بل يا ربي غادي ينصر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ويدخلها دخلها دون قتال تقريبا يعني موقعش قتال كبير وفتح مكة صلى الله عليه وآله وسلم وكان رؤوفا بالناس وقال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم كما قال يوسف لإخوته وقال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اليوم يغفر الله لكم وقال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن وهذا حتى ينزل الناس ما نازلهم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل كانوا بعض الكفار اللي فروا هربوا منهم عكريم عكريم بن أبي جهل وين هرب هرب إلى اليمن واركب السافينة ولكن لما توسطت بهم السافينة البحر من السافينة دخلت في البحر ما جاء البحر وهاج جاءت ريح كبيرة في البحر والموجة ولت كبيرة وهاج البحر وتيقن أصحاب السافينة الهلاك تيقنوا باللي غادي هلكوا باللي غادي كملوا باللي غادي غرقوا فنادى أحدهم واحد نادق يعني نادى يعني زقق وارفع صوته قال يا أهل السافينة لا تنفعكم آلهاتكم هاهنا شيئا فأخلصوا الدعاء شو كافر ويعرف ربي ولكن هما الكبر ما خلهم شيء الدخلوا في الإسلام قال يا أهل السافينة اليوم في ذا البحر وفي ذا الدخيقة ما ينفعكم ولو ما ينفعكمش الآلهات تعكم التي تعبدونها ينفعكم رب العالمين ينفعكم الإخلاص وهذا محل الشهد قال فأخلصوا الدعاء أخلصوا الدعاء يعني دعوه بإخلاص وهنا عكريما كان ذكيا قال والله لئن لم ينجني من الهلاك في البحر إلا الإخلاص فلن ينجيني من الهلاك في البر إلا الإخلاص حلف قال والله إلا كان هذا الله لبقى نخلص لها الدعاء ونطلبه يسلكني في البحر نساقع الأصنام ذروك تعا وقلق الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين ها هو الشهد مخلصين له الدين مخلصين له الدعاء مخلصين له القصد مخلصين له الإرادة يعني يريدون وجه الله فقط قال هذا الآليه اللي ما سلكنيش في البحر ولاني نعبدها مع أبويا ما غاديش تسلكني في البر هذا الله ليسلكني في البحر هو ليسلكني في البر بعد قال واحد الكلام قال يا الله غير غير ربي إن لك علي عهد لئن أنجيتني وعافيتني مما أنا فيه لأذهبن إلى محمد فلأضعن يدي في يديه ولأجدنه عفوا كريما قال يا رب يا الله لو كانت سلكني منذ الأمواج المتلاطمة ومن هذا البحر الذي هاجة وماج ومن هذه الرياح العاصفة وتخرجني للبر رأي عليك رأي علي عهد يا ربي نعطيك عهد بل الروح عند محمد اللي رأني هارب منه الروح عنده وأضع كفي في كفيه وندير كفي في كفه وغادي نصيبه عفوا يسمح لي وكريما كريم كريم والكريم لا يصدر عنه إلا الكرم والعفو لا يصدر عنه إلا العفو فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع كفه في كفه وبايعه وأسلامه هنا أعرفه شكونا عكريما أذره عكريماك تحل البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد وكثير من كتب الحديث أتصيب اسمها فما معمر معمر هذا الكتب معمر باسمها يتكرر لأنه ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روى من أحاديث الأحكام فهكذا يا إخوة الإيمان اتبانينا في هذا الصورة الجالية كيف أن الله حول هذا الرجل من كرب شديد في كفر مظلم إلى فرج وفرح في إسلام منير علىه هذا أخلص الدعاء هذا أخلص كان كافرس كافروا أخلص الدعاء ولهذا ربي خبرنا احتع للكفار قالنا الكفار في البحر من يبغوا يغرقوا يطلبوني نسلكهم يستاجبلهم ربي رغم كفرهم لأنهم في حالة الطيرار لأنك يكون واحد مزير كافر ولا مومن ربي فارجع ليه هذا أبليس واستاجبلها ربي أبليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ولهذا الوحد ما يقول أنا عندي ذنوب ما تطلبش ربي كاش ذنوب كيتع أبليس أبليس هذا لعنه الله ومع ذلك أجبه دعاءه عكرم كان كافرا نفعه إخلاصه في الدعاء فحوله من كرب إلى فرج يعني فرجع ليها ربي ومن حزن إلى سرور ومن كفر إلى إسلام ومن شرك إلى توحيد ومن صحبة ومن الفرار من النبي إلى الفرار إليه صلى الله عليه وآله وسلم وربي قال على الكفار فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إذن هذا دليل أنه الكفار إذا أخلصوا الدعاء واضطروا ربي استاجبلهم فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون قالوا العلماء سبحان الله مشريكوا قريش كانوا فاهمين على مشريكوا هذه العصور مشريكوا هذه العصور من تزير عليهم يذبحون إلى الأموات ويطلبون الأمطار الأخرين الله من تزيرت عليهم في البحر دعوا الله مخلصين له الدين إذن في حالة اضطرار مشريكوا قريش كانوا خير ممن جاء بعدهم من مشريكي هذه العصور الذين يستغيثون بالأموات ويطوفون بقبورهم وأضرحاتهم ويتقربون إليهم ويطلبون منهم الولد والعياذ بالله وينكسون الرؤوس عندهم ويصيبهم من الخشوع عندهم إلى آخره ويخافونهم وهم غائبون ويستغيثون بهم وهم غائبون إلى آخره والاستغاثة قال العلماء جائزة ولما تكون شرعية فاستغاثه الذي من شيعته والاستغاثة وينت تكون شركية حينما تستغيث بميتين أو بغائبين فيما لا يقدير عليه أو بحاضر أو بغائب أن تستغيث بميتين أو بغائب أو بحاضر فيما لا يقدير عليه هذه القيود التي جعلها شركية والعياذ بالله نحن الآن ناس من تتزير عليها ربما يقول لك أنا نذبح لهذا الولي غادي تجي الأمطار غادي تجي الأمطار وهذه مصيبة يا إخوة الإيمان علينا أن ننقي عقائدنا قبل أن يأخذنا الموت وقبل أن تأخذنا المنايا ونندم يا إخوة الإيمان علينا أن نصرف الدعاء لله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء راجل قالله بي兒 نذبح في واحد الأرض اسمها بوّانا قاله هذي الأرض يذبح فيها لغير الله قاله يذبح فيها لغير الله قاله ما تذبحش فيها قاله أنا بغي نذبح فيها لله قاله بالصحن هي يذبح فيها لغير الله رسول الله قال له المنافق صلينا في جامعنا رسول الله قال له من سافر كينجي نصليكم فيه بيعطيها الشرعية زعمك نصليكم فيه قال له ربي لا تقوم فيه أبدا فرسول الله أراد أن يصلي لله لكن في مسجد بني لغير الله فنهاه الله أسأل الله أن ينقي عقائدنا وتوحيدنا وأن يصرف عنا الشك والشرك والابتداء وأن يرزقنا التوحيد والاتباع والحمد لله رب العالمين